لنقاش الموضوع ينضم إلينا من لندن المحلل الاقتصادية سيد أنور القاسم سيد أنور إذن الاتحاد الأوروبي أو تدوى الأخضر للمضيف تنفيذ هذه المرحلة الأولى من خطة الإنقاذ المالية هل يبدد هذا باعتقادك بشكل حقيقي وملموس من حالة القلق والفزع حتى ربما التي سادت الأوساط الأوروبية مؤخرا جراء تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على الإطلاق أنا أعتقد أنها خطوة مسكنة للاقتصاد حقيقة مع اعتراف واضح جدا من قبل الأوروبيين والقادة الأوروبيين وصناع القرار أن أوروبا تمر بأسوأ أزمة في تاريخها بمجمل دول أوروبا بدون استثناء هي الأسوأ حقيقة بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1929 التي ضربت أوروبا إذن حجم الركود غير مسبوك على الإطلاق أيضا خسائر الإنتاج القومي الإجمالي لدول أوروبا مجتمعة أو منفردة أيضا يفوق حقيقة الخطة التي وضعت هذا الرقم قد يكون مبدئيا كخطوة أولى نعم قد يهدأ من المخاوف لكن على المدى الطويل لا بد من صرف مبالغ أكبر بكثير وأيضا اتخاذ آليات وإجراءات أكثر لإنقاذ الركض ما تفاصيل ذلك سيد أنوار إذا كانت هذه الخطوات وهذه الحزمة الإنقاذية هي عبارة عن مسكنات ما العلاج الفعال لهذه الأزمة الاقتصادية الغير مسبوخة كما تقول أولا أوروبا تعاني أزمة قبل كورونا حقيقة أوروبا كانت مريضة بشكل كبير الكثير من الدول الأوروبية احتاجت إلى آليات مساعدة كبيرة جدا مثل اليونان أو مثل بورتغال مثل إسبانيا مثل قبرص هذه الدول مثل إيرلندا جمهورية إيرلندا كل هذه الدول احتاجت إلى آليات مساعدة قبل كورونا الآن نحن نرى كورونا يضرب الاقتصاد في العمق هناك دول كبيرة تعتمد مثلا على قطاعات معينة مثل السياحة نحن نتحدث عن إيطاليا ونتحدث عن إسبانيا هذه الدول السياحة الآن مشلولة فبالتالي هذه الدول حقيقة تحتاج إلى جهود أكبر بكثير وتطمينات أكبر ربما ضخ الكثير من القروض والتسييرات الكمية وأيضا مساعدة على شراء الأصول أيضا من قبل البنوك لتحسين المزاج الاقتصادي وليس فقط معالجة المشكلة من أساسها لكن على المدى القصير سيد أنور هل القروض طويلة الأمد وقليلة التكاليف هل هي الوصفة الناجعة للتعاطي مع هذه الأوضاع القائمة في هذه المرحلة نعم لكن حسب استفادة الدول أيضا هذه مرهونة حقيقة بمشكلة أساسية مثلا هذه القروض تمنح ببناء على أيضا قدرة هذه الدول على السداد وارتفاع أيضا خدمة هذه الديون فمثلا لو نظرنا لإيطاليا نسبة الديون لنتجها القومي تساوي 158% وهذه نسبة عالية جدا لو قررناها باليونان اليونان 196% من ناتجها الإجمالي إذن هذه القروض أيضا ستكون فوائدها كبيرة لكن على المدى الطويل نعم ستحل المشكلة أو جزءا من المشكلة أوروبا حقيقة في ورطة ورطة اقتصادية ورطة سياسية ورطة اجتماعية أيضا تم تمرير هذه الحزم سيد أنور لكن الخلافات ظلت قائمة حول مراحلها التالية تحديدا بما يتعلق بإيطاليا وربما حتى أيضا إسبانيا كيف بالإمكان التعاطي مع هذا التحدي في ظل هذه الدول التي تعاني أساسا من ديول متفعة ومن أوضاع اقتصادية متردية حتى ما قبل تحديات كورونا يعني يجب أن نعلم أن أوروبا ليست على قلبي رجل واحد بمعنى آخر المشاكل الاقتصادية تختلف مثلا من ألمانيا إلى فرنسا إلى هولندا إلى الدول المتضررة بشكل كبير مثل إيطاليا وإسبانيا هناك خلاف داخل المجموعة الأوروبية وداخل الدول الأوروبية على رأس هذه الدول ألمانيا مثلا وهولندا هذه الدول تريد من إيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول المتضررة أن تستفيد من هذه القروض بحيث أن تجري إصلاحات اقتصادية كبيرة يعني هذه القروض مشروطة هذه الدول ترفض تقول إننا بحاجة الآن نحن بوضع استثنائي وبالتالي هذه القروض فقط يجب أن تعالج المشكلة الحالية وليست الإصلاحات أيضا مشكلة شراء الأصول البنوك يعني هذه خطة طموحة جدا بدأها البنك الأوروبي لكن الآن تحظى بنوع من الرفض الألماني ألماني اعتبرت ذلك نوعا من التعدي على الصلاحيات وتطالب بوقف هذه الألية إذن الخلافات الاقتصادية والخلافات حول الديون وتقديم المنح والمساعدات لازالت قائمة لكن المراحل المقبلة أنا أعتقد أنها تستطيع هذه الدول أن تصل إلى تسويات الآن هي الخطوة الأولى الموافقة على الخطوة الأولى لكن ستكون هناك خطوات لاحقة وأيضا ستكون هناك الكثير من المشاكل في الخطوات اللاحقة شكرا شكرا جزيلا لك على انضمامك علينا من لندن المحلل الاقتصادية سيدانور القاسم شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر